السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزرعة الممتعة طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم نتكلم مع بعض على عجبة رائعة عجبة برية وهي عجبة عنب الديب كما نراها أمامنا ما شاء الله تبارك الرحمن هذه العجبة تخرج من الأرض بطبيعة حالها هي عجبة برية فلا تزرع أو إذا أحببت أن تزرعها فهي تتكاثر أيضا بالبزور إذا أحببت أن تزرعها أنت في حديقتك أو في حديقة المنزل بإمكانك أنك تأخذ منها البزور وتزرعها وبتمبت معاك وإن شاء الله بيكون رائعة أيضا وتستفاد منها بإذن الله كتير هذه العجبة اسمها عنب الديب الإسم الإنجليزي سولانيوم الإسم العلمي سولانيوم نيجروم هي طبعا تستخدم في بعض الأدوية وبعض العلاجات يعني هذه النبتة الرائعة تستخدم في بعض العلاجات لبعض الأمراض عفانا الله وإياكم وهي عجبة رائعة أيضا هي عجبة من العشاب الحولية أو إن شئت فعجبة دائمة أيضا يحتوي عنب الديب على مواد مدرة للبول ومطاهرة للمسالك البولية في الالتهابات المزمنة يأخذ مستخلص الأوراق في ماء بارد أو يغلي ويشرب للعلاج من الالتهابات الجهاز البولي المزمنة ويتحول البول أثناء العلاج إلى لون داكن يخف تدريجيا إلى أن يصبح رائقا طبيعي اللون وتلك علامة للتوقف عن العلاج الفوائد والاستعمالات الطبية لهاي النبتة الرائعة العجبة الرائعة التي سبحان الله تخرج من الأرض بفضل الله وقوته بدون تدخل للإنسان وإذا شئت فأردت أن تكاثرها فتتكاثر أيضا بالبزور فلا تحتاج إلى عناية فهي تنمو في جميع الأراضي وفي جميع أنحاء العالم في أوروبا أو في الشرق الأوسط معروفة هاي العجبة عجبة برية وهي لها استخدامات عديدة إن شاء الله بتستفادوا منها بإذن الله بالنسبة الفضاء الطبية استخدمت عجبة عينب الديب طبيا على مر الأصور وعينب الديب يحتوي على مواد تعالج لتابات المسالك البولية وحصوات الكلا وعينب الديب أيضا أو عينب الديب يفيد أيضا في معالجة العدوى البكتيرية ومشاكل البرستاتا ويزيل السوائل الزائدة في الجس المواد الفعالة في هاي النبتة الرائعة من الجليكو كلويدات تعتبر أحد المواد الأولية كبادئ كيماوي تخليق الهرمونات الجنسية صناعيا سواء هرمونات جنسية زكرية أو أنسوية أيضا تدخل أيضا في تخليق وتكوين الكروتيزون صناعيا لأهميتها في علاج الأمراض المختلفة تم استخدام العجبة بالارتباط مع الحالات التالية الزكام والتهاب الحلق حالات الإسهال أمراض المسالك البولية ما هو المقدار الذي يتم عادة تناوله يعني هاي العجبة التي نراها لها مقادير معينة حتى لا نفرط في الاستعمال لأن إذا أفرطنا في الاستعمال فتكون النتيجة سلبية بل بالعكس تؤثر أيضا وممكن تؤدي إلى تأثير سلبي فالمقادير يتم إعداد شاي مؤلف من إضافة واحد لاثنين ملعقة شاي أي تقريبا من خمسة لعشر جرام من الأوراق الجافة إلى كأس ماء المغلي تنقع فيه الأوراق لمدة خمسة عشر دقيقة ويمكن شرب مقدار ست كاسات من هذا الشاي يوميا لعلاج حالات الإسهال ومقدار ثلاث كاسات يوميا لعلاج مرض السكر بالتبادل فإنه يمكن أيضا استخدام خمسة ملي لتر من الصبغة ثلاث مرات في اليوم تمنياتي للجميع بالشفاء العاجل وتمنى أن تكونوا استفدتم من هاي النبتة وفوائدها الرائعة الجميلة هذه العجبة لا تكلفنا الكثير ولكن يعني هي سبحان الله ما شاء الله هي لحالها نراها في الأراضي الزراعية فهي موجودة بكثرة خاصة إذا توفر لها الجو المناسب فهي تنمو في الجو الدافئ وتنمو أيضا في جميع أنواع الترب سواء صخرية أو مالحة أو يعني جميع أنواع الترب يعني ما شاء الله هاي العجبة تنمو فيها وتتكاثر بالبزور ولا تسمد لنهض بطبيعة حالها إذا اقتنيتها أنت فتسمد على فترات طويلة فهي لا تحتاج إلى تربة خصبة وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي العجبة الرائعة فلا تنسوا الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر مع نبات آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة كنوع من أنواع الدعم والصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى أن ألقاكم في موعد آخر بإذن الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته